الآن إلى جنوب لبنان مع مراسل العربي هناك علي رباح وتحديدا من بلدة عيناتا يبدو أن هناك استهدافات إسرائيلية في مناطق في جنوب لبنان علي دعنا في التفاصيل نعم وعد هذه الاستهدافات أقله كانت في الساعة الأخيرة نحن الآن في بلدة عيناتا المطلة على أكثر من موقع إسرائيلي تم استهدافه خلال الساعة الماضية ما ترونه الآن على الشاشة هو موقع المالكية قبل قليل كانت تتصاعد منه أعمدة النيران والدخان علمنا أيضا بأن حزب الله كان استهدف هذا الموقع وهذا الموقع عادة يستهدف بشكل يومي أيضا إذا ما ذهبنا قليلا باتجاه الشرق هناك موقع البياضة أيضا استهدف في نفس الوقت من قبل حزب الله هذه المنطقة كما قلنا هي منطقة ناشطة جدا بالنسبة لحزب الله وبالنسبة أيضا للرد الإسرائيلي إذا ما ذهبنا بالكاميرا غربا قليلا تم استهداف خراج بلدة عيتارون طبعا تشاهدون الآن على الكاميرا بلدة عيتارون أطراف بلدة عيتارون استهدفت أولا بالقذائف الصاروخية ثم كان هناك غارة إسرائيلية بالطيران الحربي غارة قوية طبعا ما زلنا نشاهد حتى هذه اللحظة أعمدة الدخان كان طبعا هناك استهداف لمنطقة إيفيفيم خلف تلك التلة بصاروخ موجه طبعا بحسب الجيش الإسرائيلي وعادة إيفيفيم يعني ممكن استهدافها من مارون الراس من تلك التلال المطلة على الجانب الآخر هذا بما خص طبعا القطاع الأوسط إذا ما ذهبنا أيضا إلى القطاع الغربي تحديدا قبل حوالي الساعة والنصف من الآن كان هناك قصف مدفعي عنيف خاصة على منطقة راميا ومنطقة القوزح هذه المناطق طبعا هي في القطاع الغربي ثم كان هناك بيان للجيش الإسرائيلي تحدث فيه بأنه استهدف خلية ولكن أيضا في تلك المنطقة هي مطلة على مواقع عسكرية إسرائيلية أكثر من موقع الموقع الأول هو برانيت هذا الموقع الذي كان استهدف يوم أمس بصواريخ المضادة أطلقها حزب الله طبعا يوم أمس شهدنا معركة كبيرة جدا في تلك المنطقة